أكثر عشر حيوانات غريبة تثير اهتمام العلماء يذهب العلماء بعيدا في البحث عن الكائنات الفضائية وغيرها من الكائنات خارج الأرض مع أن بعض أشكال الحياة على الأرض أغرب مما قد يتخيله البشر من غرابة لدى سكان العوالم البعيدة ولذلك تقدم مجلة لوبز الفرنسية سلسلة من عشر حيوانات ذات قوى غريبة أو على الأقل لا يمكن تخيل ما هي عليه حقيقة من خلال منظرها وفي مقال بقلم جان بول فريتس تعطي المجلة ملخصا عن هذه الحيوانات الرائعة والغريبة في الوقت نفسه وهي كائنات واقعية تعيش في الطبيعة السمندل المتجدد أكسولول هذا الحيوان الصغير المكسيكي الموطن الذي يعيش كل حياته في الماء له وجه غريب مع نتوء به شعر خلف رأسه يمثل الخياشيمة ويبقى معظم الوقت في حالة اليرقات من دون التحول إلى شكله البالغ مع أن ذلك لا يمنعه من التكاثر هذا الحيوان لديه أيضا قدرات على التجدد لفتت انتباه المجتمع العلمي فهو كما يقول إيمانويل كورا كوستا عالم الأحياء في جامعة لا بيلاتا بالأرجنتين يجدد كل شيء تقريبا في جسمه يجدد الأطراف والقلب والرئتين والفك والعينين حتى أنه يعيد تكوين جزء من دماغه إذا تعرض للثلف وكل ذلك من دون ندوب ويقول باركر فلاورز من جامعة ييل ييل يونيفرسيتي وهو عضو في فريق يدرس جينوم السمندل المعجزة إن هذا الحيوان يجدد كل عضو أصيب إذا لم تكن إصابته مميتة وهو بالتالي لا يقدر بثمن بالنسبة للباحثين المهتمين بقدرة جسم الإنسان على إصلاح نفسه ولكنه للأسف مهدد بالانقراض في بيئته الطبيعية ثانيا القارض الذي يعيش كالنملة يسميه العلماء هيتيروسيفال التي تعني أن رأسه غير منتظم الشكل لكن معظم الناس يسمونه جرد الخلد العاري ناكد مولرات لأنه خال من الشعر وهو تقريبا أصم وأعمى لكن له بعض الخصائص المدهشة ومن أهمها طريقة حياته إذ يعيش في مستعمرات في أنفاق مع تسلسل هرمي اجتماعي صارم للغاية وتحت سلطة الملكة مما يعني أنه أقرب إلى التنظيم المعروف لدى أغلب الحشرات لهذا الخلد لغة أو لغات كان نقيقي وأظهرت الدراسات الحديثة أن لكل مستعمرة لهجتها الخاصة والأم هي التي تقرر اللغة التي سيتم التحدث بها في مستعمرتها ولهذا الفأر ميزة أخرى مدهشة فهو حيوان فدي بدم بارد لا يشعر بمعظم أشكال الألم كما أنه قادر على البقاء في بيئات خالية من الأكسجين تقريبا عن طريق التحول إلى نبات أو بشكل أدق من خلال التصرف بالطريقة نفسها التي تتصرف بها النباتات كما أوضح فريق البروفيسور توماس بارك من جامعة إلينوي يونيفرسيتي أوف إلينوي أما ما يلفت انتباه علماء الأحياء وعلماء الوراثة إلى هذا الحيوان فهي منعته ضد السرطان حيث اكتشف الباحثون في جامعة كامبريج يونيفرسيتي أن هذه الحيوانات لديها القابلية نفسها للتأثر بالسرطان مثل الأنواع الأخرى ولكن الطريقة التي يتم بها تنظيم خلاياها في أجسامها كانت تشكل آلية لمقاومة هذا المرض ثالثا شبل دب الماء على سطح القمر هذا الحيوان نقل إلى محطة الفضاء الدولية وتمت دراسته وهو يوجد في جميع أنحاء الكوكب وتحطم مسبار إسرائيلي احتوى على بضعة آلاف منه على سطح القمر في أبريل نيسان 2019 والمحتمل جدا أن تكون هذه الكائنات نجت ولو في حالة سبات ومع أن شبل دب الماء مجهري فإن له قدرات هائلة فهو بطيء المشية ويمكن أن ينجو من فراغ الفضاء ودرجات حرارة تقترب من الصفر المطلق والماء المغلي وإشعاع خطير وتأثيرات قوية مثل تلك التي تحدثها رصاصة البندقية استطيع هذا الكائن البقاء على قيد الحياة في البيئات المعادية إذ يتصلب تماما ثم يعود بعد ذلك إلى الحياة ولكن السلبية الوحيدة لديه هي أن الاحتباس الحرارية سيكون ضرا به إذ أظهرت مجموعة من العلماء من جامعة كوبنهاجن أن دبابة الماء لا تحب درجات الحرارة المرتفعة لفترات طويلة رابعا البلوب ذاكرة من دون دماغ يحتل البلوب المرتبة الثانية في الاهتمام لدى البشر بعد الدبابة المائية مباشرة وهو ليس حيوانا أو نباتا أو بكتيريا أو عفنا أو فيروسا بل يصنف فيزارومبوليسيفالومو اسمه العلمي على أنه كائن حي وليس خلويا وهو بالتالي لا يتكون من خلايا بل من شبكات من الأنابيب المترابطة التي يمكن أن تمتد عدة أمتار وليست لديه أعضاء نهيك عن دماغ وهو مع ذلك قادر على التعلم والتواصل وتساءل الكاتب كيف يمكن الحفظ من دون خلايا عصبية ولكن باحثين فرنسيين من مركز أبحاث الإدراك الحيواني أو ضحوة عام 2019 أن البلوب يتعلم تحمل مادة عن طريق امتصاصها كما ألقى فريق ألماني هذا العام الضوء على هذا اللغز قائلا إن بنية شبكة هذا الكائن يمكن أن تكون بمثابة ذكرى للماضي كما قالت الأستاذة كارين عليم المؤلفة المشاركة لهذه الدراسة خامسا حيوان يستيقظ بعد 24 ألف سنة قال الكاتب إن حيوانا مجهريا استيقظ من سبات استمر 24 ألف عام حيث تم اكتشاف هذه المايكروبات في التربة الصقيعية في سيبيريا من قبل فريق روسي تمكن من تحديد تاريخ طبقة التربة المتجمدة التي كانت موجودة فيها غير أن هذا الجسد ليس بكتيرية بسيطة ولكنه حيوان متعدد الخلايا وكان قادرا على التكاثر عن طريق التوالد العذري وأشار الفريق الروسي إلى أن الدراسة التي قام بها شكلت حتى الأني أقوى دليل على أن الحيوانات متعددة الخلايا يمكن أن تتحمل عشرات الأيلاف من السنين في حالة يتوقف فيها التمثيل الغذائي تماما تقريبا سادسا قنديل البحر يعيش إلى الأبد يعرف قنديل البحر الخالد بأنه الحيوان الوحيد المعروف القادر على العودة إلى الطفولة فهو يبدأ بيضة ثم يرقة ثم زوائد لحمية ثم ينتقل إلى سن الرشد وهي قنديل البحر الذي يسبح بتكاسل في المياه إلا أنه يمكن أن يتطور بالمقلوب ليعود إلى حالة الزوائد اللحمية التي تلد قنديل بحر متطابقة وراثيا مع سابقتها وبالتالي تبدأ في التقدم في السن مرة أخرى في عملية تجعلها خالدة نظريا سابعا طائر متعدد الألوان وله رائحة كريهة هذا الطائر وأن لم يكن ابن عمين ابن عرس فإنه يشترك معه في خصائص الرائحة فهو طائر جميل متعدد الألوان ذو ريش منتفخ معروف برائحته الكريهة في حجم الدراج تقريبا ويتغذى حصريا على الأوراق وطائر الهواتزيني كورتزين ضعيف الجناح كالدجاجي ومثل الأبقار لديه عدة جيوب في المعدة حيث يحدث الهضم ببطء والأوراق المتعفنة في جهازه الهضمي هي التي تولد الرائحة التي أكسبته لقب الطائر النتني وهو يعيش في الغابات الاستوائية في أمريكا الجنوبية ثامنا نملة الباندا تعرف بهذا الاسم لأنها تشبه إلى حد ما باندا مصغرة لديها زوج إضافي من الأرجل وقد يظنها من ليست لديه دراية بتصنيف الحشرات نملة لأن أفراد اسبنولا اسبنوليا وأبناء عمومتها من النمل المخملي تشبه النملة وإن كانت أقرب الأقارب للدبور مع أن الإناث ليست لها أجنحة تعيش نملة الباندا في تشيلي ولها لدغة لا تتردد في استخدامها وتضع بيضها بين يرقات النحل وأنواع الدبابير الأخرى لتتغذى على يرقات مستضفها تاسعا الحبار العملاق وحش أسطوري الحبار العملاق ليس عملاقا تماما إذ يزن أكبر حيوان بالغ تم اكتشافه منه طننة ويبلغ طوله نحو 13 مترا وهو يعيش في الأعماق البعيدة ويتغذى على الأسماك والحبار الأخرى وقد رؤيا حيا لأول مرة عام 2006 وتمكن العلماء من ترتيب تسلسل الجنوم لدى الحبار العملاق في أوائل عام 2020 وهو يتألف من 2.7 مليار زوج قاعدي أو 90% من حجم الجنوم البشري ويبلغ قطر عيون هذا المخلوق 30 سنتيمترا وهي الأكبر في مملكة الحيوان كلها ولكنه لا يعيش أكثر من 5 سنوات تقريبا عاشرا الأرغنوت الشرعية أخويات العام ليست لرخوياتي الأرغنوت أرغو قدرات خاصة غير مظهرها وهو الذي أكسبها مسابقة جمال رخويات عام 2021 إذ اختارت لجنة تحكيم من المتخصصين 5 متسابقين من أصل 120 ترشيحا وصوت الجمهور على الإنترنت للفائز وهو من نوع أرغنوت أرغو الذي أعلن في الأول من فبراير شباط الماضي ولدى الأنثى من هذه الرخويات أذرع خاصة تشبه المجاديفة وتفرز قشرة خزفية بسماكة ورقة تشكل بالنسبة لها ما يشبه القاربة لحماية بيضها وهي مفترس شرس رغم سلوكها الهادئ لأنها تحقن بالسم فرائسها من رخويات أعماق البحار ترجمة نانسي قنقر